مرحبا اليوم سأعمل خلطة حنة جديدة بطريقة جديدة هوني عم بغلي زرفين ميرامية وهوني عم بغلي شاي اسود عادي الشاي اللي بنشربه حتت زرفين وهوني حتت زرفين تمام؟ وهوني بتنجرة حتت كوبين ماي لحط شوية كركتين لحط شوية ورق هار كم حبتي لحط شوية روزماري ولحط شوية حبت كبراكز السوزاز وهلا لحط هوني بصل صغيرة وشوية فصوص طوم حسب الرغبة كمان ونشط طلدي كمية معين أنا عصيت توم ونشوفه كير نحن نخلط المعبين ونصيره 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 غلي ثاني بس الربية اللي حط فيه معلقتين بس كفتين بس كفتين ونصيره 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 وكفتين ونصيره ونصيره المرامي اللي انا غليطة والشاي اللي انا غليط اسفل خمسة تقالية يغنوا مع بعضاً بالحط التنجرة و تروني برد حلاء اذن لاتنجرة لكي يجب ان يتطير لبرتنا وهكذا ساعة عنا الحنة جاهزة شوفوا لانه المالي تبعتها غامقة وحلمة هلأ لننجمع الحنة وباقي وكوهن هلأ لنصف الخليط اللي غلينيه على النار هلأ لنضيف فوق الخليط ميونيس زيت الكوكونات زيت الجوبة زيت اللوز عصب عرية عسل وكوكونات البكر ونضيف فون بجات صغير مع بعض مع الحنة هلأ بها الجات نضيف معلقة لبنبون معلقة جزوين ونضيف معلقة عسل ومعلقة عسل ونضيف معلقة ميميس كل fluor وح spreads لنضيف صغير الحديد وهو قصص این مزيد ونضيف من حيام deiحل واعس لنضيف ستغلق هذا هيا اخذ هيا اثنان وهيا اثنان ونضعهم لكريمي وهلأ بالتدريج سوف نضع فوقه الماء اللي أنا خلطته ونضع شوية شوية ثم نضع فيها تصير معمي لشكل متى لكريمي وهيك صارت جاهزة عننا فوقيف كريمية نتركها ساعة تتخمر بعدين نضعها على راسنا ونضع ساعة ساعتين ونشطف شعرنا بالصابون ويعطيكم لعافية المتابعة لا تنسوا الاشتراك لا تنسوا الاشتراك شكرا لكم